سعد فان بدي رحب بكل سماع برفقنا إن كان مباشرة على الهوى على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني بلقاء جديد من برنامج كل يوم يومه رح نتعرف على الحضور الأرمني بالبنان من قبل الإبادة رح ننطلق بامتزاج الأعراق وتدخلها بالأخص بكاليكيا والرهة ورح نتوقف عند مرحلة الجراجمة ونتعرف على بدر الجمال الأرمني والفاطميين ورح نتناول وحدة الشهادة والاتهاد بالقرن الثالث عشر والرابع عشر بين لبنان وكاليكيا ورح نكتشف دور السلطان برقوق والوزير الأرمني وسك الأمان وماذا عن إصلاحات بغوص الأرمني زمن محمد علي وأعلان المساواة وعدم التمييز بين الطواقف بالشرق ومحطة كمان رح تكون عن نبار باشا رئيس حكومة مصر كيف ساعد المسيحيين بلبنان وسوريا بالإقامة بمصر وأطلاق حركة النهضة ضد العسمانيين كيف أطلق داود باشا المصالحات بلبنان والاستقرار وفكرة أيضا لبنان الكبير بوجه العسمانيين كمان رح يكون إلنا محور عن أهنس باشا المجازر والإبادة وإبادة أغلب المسيحيين بالشرق المحور الأخير رح يكون وحدة الشعب والكنيسة بعظمة الشهادة للحب الإلهي حول هالمواضيع رح نتحاور مع الصحافي والبحث بالتاريخ لأستاذ عمر الهاشم يلي إلو باع طويل جدا بالبحث عن تاريخ الأرمني في الشرق وبلبنان بشكل خاص أهلا وسهلا فيك أستاذ عمر فيك تأهيل ست هلا إلنا شرف نكونوا ديوف حضرتك شكرا أول شي هذا البحث المطول ناتج عن شو أناعات تاريخية أو حشرية تاريخية أو غنى وتكون في غنى بالتاريخ بصير الواحد يفتش أكتر بس بالأول بدي بلش ما قبل البحث بتحية للشعب الأرمني العظيم شعب الشهداء ونحن نعرف أن الكنيسة عبر التاريخ لا تنمو إلا بالشهادة من شهادة الرب يسوع لشهادة كل التلاميذ اللي عبروا وكل شهيد أرمني سقط يوم الإبادة أضحكوه للكنيسة والمسيحية على مر التاريخ صار أولا قلنا نحن وهو كديس يشفع لنا أمام عرش الرب بدي حي أختي الأرمن سلام باللغة الأرمنية وسامحوني إذا ما أحسنت نتك لكن هي تعبير عن محبتي أنا اللي كان بطفولتي أيضا ربيت بنادي الأرمنية بجانب بيتي كانوا أصدقائي كلهم وأختي من الأرمن كمان أنا جدا سعيد بوجودة إراك إن فورت سير مش نام أي صور أما اليوم فاللي بدنا نحكيه واللي لازم ننطلق فيه اليوم أنه أنا لما ابتدأت بدراسة التاريخ أخدتني الظروف أني أرجع إلى التاريخ القديم ست هلا نحن في لبنان مثل ما هو بكل أسف لدينا تركيز كتير على التاريخ اللي بيبلش من زمن الإمارة حتى تاريخ لبنان الحديث بشكل عنا بس عم ناخد جزئين من التاريخ جزء أول هو تاريخ الإمارة فخر الدين والأحداث اللي تلت قلو يمكن هيدا لأنه بكل أسف كان بكسر وين كتبوا المستشرئين بها المرحلة هاي فبرس صورته واحدة وبنرجع للتاريخ الفيني اللي كتير كتير قديم مقابل سكوت صور أو الأبجادية تكون عندنا اعتزاز بأصلنا وفصلنا لا شك لازم الشعوب أن تعتز بأصوله لكن كمان التاريخ هو مرحلة ناخد منها العبر ونقرأ أخطاءنا على مرة التاريخ مش بس نعتز من هون دراسة التاريخ كتير مهمة لأن احنا بلبنان مجموعات تاريخية بمعنى معظم مشاكلنا وخلفتنا سياسية خلفة موروز تاريخي مخوفنا موروز تاريخي فأنا اشتغلت على إطار أني فتت بالتاريخ المروني كبداية ثم اشتغلت أبعد من التاريخ الموروز لأنه اليوم نحن بالقانون بيبقى عندنا مادة منقول أنا أستند إلى المادة رقم كذا جزء كذا بالتاريخ مش هيك بالتاريخ حتى المؤادخ نفسه ياخد على التشريح لا يكون ما يقوله حقيقة بدنا نشوف قداش كان وعيه قدرته خلفيته الهدف وحسيسه وانتمائه لقراءة الأحداث تاريخية نفسه أو قدامت فعله أو قدامت فعله أو قداش خايف من السلطة نفسه اللي هي أكتر المؤرخ بيضل بكتابه يخاف من السلطة بطبيعة الحال نحن بندرس أطور تاريخ أنا بالتأكيد كومت بعمل ما بسمح لنفسي أقول أني أنا هالمؤرخ الكبير اللي اكتشف الأشياء لا أنا إنسان عاضي لكن قمت بعمل لكن عندي اللي قمت فيه بده يلقي الضوء على تاريخ جديد وصابقاً كان ليه مقالات صحفية بهالتيجاه وهذا الإطار كتابته أنا مؤمن أنه طواقفنا اللي تاريخ التاريخ مؤمن كمان أنه الأرمن باللبنان عندهم شي خاطئ بسميه بسمح لنفسي يقول بيعتبروا تاريخهم بلبنان يبدأ مع الإبادة وهذا شي كتير غلقاً بس كمان هذا انقطاع تاريخي يعني حتى لما بيعيدوا الأرمن للألف وثمامية وستين مع داود باشا كمان خطأ الأرمن موجودين في لبنان منذ خمسة ألاف عام سيهموا بتاريخه حبة حبة بهالأرض ليسوا مجرد أشخاص غرباء عن لبنان أصلاً نحن كلنا بلبنان غرباء وكلنا جينا ناسحين على هالبلد كلنا ضيوف وكلنا ضيوف يعني معلاش يمكن بقول بالأول نحن بلبنان ستهلة ما حدا فينا اختار لبنان لبنان منه ملجأ الملجأ عندك قدرة تحميه لبنان منه ملجأ دا خطأ في المؤرخين مؤرخين خلينا نقول الأربعينات والخمسينات بتسمية لبنان كملجأ لاتشاف تاريخي لبنان منه ملجأ ولا مرة فينا حمين لبنان منفى منفى قاهر قتينا عليه نحن طرينا كموارنة أن نترك سهول أنطاقيا الخصبة وتركنا نهر العاص تركنا الأماكن فيها خصوبة جينا على جبل فقير كله صخور الناس تتقاتل عن قطة ماء فيه نفس الشيء كل الطوائف الشيعة أجبروا على ترك سوريا الشمالية بمراحل متعددة فأجوا على مناطق صعبة نفس الشيء الطوائف اللبنانية كلها أجت هاربة إلى منفى ملزمة عليه ولا مرة لبنان عبر التاريخ كان يستدعي أنه يقوموا فيه حكم قوي للغرباء لأنه ما فيه شيء فيهم لا زراعة ولا إنتاج أكثر شيء كان يعمل زراعة الكفاف على قد ناكل كان عندنا الغنى العقلي لكن ما كان عندنا هاكي الانتاج حتى الصليبيين لما عملوا كلاعهم المهمة ما كانت في لبنان ما فيه شيء بيحرط كانوا يجيبوا الأقطاع اللي معتر جيدهم وانستر وغيره يجي يحكم مثل معاكب يكبونه عندنا ما فيه شيء ما فيه خير ما عندنا خصوبة النيل ولا خصوبة الفراط ولا عندنا الأراضي الشاسعة ولا عندنا المعادن المهمة الزهبية التعدينية حتى الحديد اللي عندنا كنا نعادنه فئة تانية وتالتة ما عندنا تاريخياً قوة هذا الشيء جعل لبنان منفى والأرمن إجعوا هالمنفى مثلنا نحن ما حدا فينا اختار لبنان كوطن لبنان كان منفى نوفينا لإله عشنا إله ببقص ما فيه بديل يعني أنت ما بتنقل منفى لما السوفيات بروسية قرروا ينفو قوميات معينة ما كان عندها قدرها القوميات تختار منفيها المنفى هو المكان السيء اللي تجربين إليه نحن الموارنة حقبتنا التاريخية كانت بالرهة أوداسة كانت بإنطاقيا كانت سوريا الشمالية الأراضي الخصبة قطعنا بنهر العاص إلى مناطق جبلية حتى الأنهر اللي عنا ماشية الأنهر اللي عنا ما عنا استفادة منها هي أنهر بيطلع منها شوية قنوات وبتغور بالأرض ما عنا هالغنى تاريخي جبلنا جبل الفقر كان جبل المنفى اللي أرغمنا على المجيء دائما على مرة التاريخ كنا بمنفى بس إيه كمان السيز عمر هذا الجبل هو كان بوعورته هذا المنفى الحامي حامي لا لا ما كان يعني لا حتى هاي نقطة خاطئة بمغاوره بتركيبته هاي دي حامي إلى حد ما حسب الظروف حسب ضعف السلطة المركزية لكن لما مثلا الشيعة بالألف وثلاثمية وخمسة قرروا المقاوم والصمود بعنف تجاه المملي قدروا يقاوموا كذا حملة لكن بالآخر دمروا الدروزة مقاومة فخر الدين بالآخر دمروا بجبلهم كان واستطاعوا الأطراق ارتكاب مجازر بالدروز ستين ألف قطيل الموارني ما ما كان عندهم تمردات هالتمردات لكن لما شكلوا خطر بالألف وثممية وستين ضربوا معناتها نحن الملجأ بديكون شي فيك تحمي حالك فيه نحن أن نتحدث عن حماية ما علاش للتاريخ تركيا كانت دولة كتير واسعة كان عندنا فرد شغلة أنه هيدا الجبل هو كب لجماعات بيأمن ضرائب صغيرة للعسكر بعيش بهدوء لما بيخطئ بصير عليه حملات تقدمية لكن وين بطولتنا كانت؟ بطولتنا أننا صنعنا في هذا الجبل قيم الإنسان وحضارة الإنسان صنعنا الإبداع صنعنا الأفكار نحن حملنا في هذا الجبل المنفى إلى العالم كمورنة كبداية حملنا الحداثة حملنا الطباعة الكراءة بأديرتنا الأرمن حملوا المطابع إلى مصر وهيئوا لنشوق الحركة الفكرية بمصر والصحف نحن اشتغلنا بدعف إمكانياتنا لكي نكتب همة الحضارة نفس الشي لما بتقري عن كودموس وقت رح بالبحر ليحمل الأبجادية وينشرب العالم عقدنا عملنا هوني خلينا ننطلق من فكرة أن لبنان كان منفى وهذا الشي كتير بيعني الأرمن رح بعد شوية رح ندخل بهالإطار مش بما نغرق بالتفاصيل وعند بس وقت محدد 13 دقيقة رح من وقتنا مش بس نواكب كل شي إذا بتقبل السيد عمر احكي عن امتزاج الأعراق وتدخلها لأنه هي جزء كنت حكيت عن منفع لبنان بس كمان امتزاج هذه الأعراق وتدخلها قداش مهم وخاصة نحن نعرف أنه الفحص الـDNA اللي نعمل مؤخرا بيحكي أنه كان في جزور أرمنية في هذه المنطقة أبعد من أنه الواحد يقول أنه الأرمن بالإبادة أو بالألف وتمامية وشيء أو 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 يعني في جزور ما ها فكرة كتير مهمة نعم ومع أنه الـDNA بعد بيحتاج إلى عمل لأنه بعدنا عم نحكي بأبحاث أولية وأنا قرانة الأبحاث اللي عملت بالجامعة الأمريكية بحث الدكتور مروان فاضل وغيره بس بعبدنا أبحاث بس على كله الأعراق بالشرق بهالمنطقة أولا مرة كانت نتخيلها أعراق بير راس بير تخيله راس بير هيدا تخيل فكري بس امتزاج الشعوب كبير لدرجة مثل امتزاج مياه البحار ببعضها مثل طلاق البحار يعني رح أعطيكي متى الأقل نحن أولا عنا مرحلة أيام الفينئيين أيام الفينئيين نعمل دراسة على جاماجين لا وراء يعني 3000 سنة قبل الملي جاماجين أظهرت وجود جين سيميتيك اتخذنا نحن رابور مع الجين المؤبيت أمونيت الزيبرو الزراميان طول هالمد هيدا في سيميتيك لكن أظهرت وجود جينات أخرى أورة أسيوية تحديدا تتجي إلى أرمينيا تظهر أنه لسبب ما ما منعرفه تظهر جاماجين لمقابر تعود 3000 عام وجود دماء أيضا أرمينية ما منعرف السبب لأن الأبحاث ما أظهرت وجود دماء أرمينية بمقابر فينئية مما تؤكد أن الأرمين كانوا حاضرين كجماعة أقلهم تزجوا مع الفينئيين الامتزاج الثاني واللي أنا كتير بشدد عليه هو منطقة الرهى أوديسة أوديسة هالمنطقة المشتركة بين الأرمين كانت بين السريين والروم والموارنة الكل اللي اشتركوا فيها حتى ضيّعنا معرفة الملك لإخد رسالة المسيح نحن بنسميه الملك الأبجر اللي كان السرييني الروم بيسموه الأبجر العرب الأرمن بيسموه أبكار الأرمني ضايعين فيها المنطقة كان فيها خليط كبير أرمني ماروني روم سرييني وهي تحديداً تمتاد من إنطاقيا لما نوس إلى وصولاً إلى كيليكيا وهالمنطقة كلها مرتبطة بعضها لطور عبدين هالمنطقة من الصعوبة نفصل الجماعات فيها يعني رح أعطي مثل بعض أصغر الأرمن الموجودين بكيليكيا لا شك صار فيه امتزاج بين الموارني والسرييني والجماعات الأخرى ضمنهم كما صار امتزاج لأرمن موجودين هون بالموارني كما صار امتزاج لأرمن مع الروم وروم مع الأرمن إمكانية أنك تجمع تقولي فيه راس بير بهالمناطق كثير غلط وين راحت هالجماعات الساكنة بالأرض ده بالتلقائية مع الجماعة الأكبر اليوم الأرمن بعد مرور مئة سنة على الإبادة في كثير زوابان إلهم بالمجتمع اللبناني هونيك عم نحكي مش مئة سنة ألف سنة هالزوابان قطاع هاي عرق التالت كمان هلأ بنحكي عنه عند دخولنا الجراجمة جراجمة طبعاً بدأ أقول أنه يعني عم نحكي عن هلأ الجراجمة نعم هاي المحطة الأولى التاريخية اللي بلاش فيها البحث استيزعمات نعم الجراجمة في كتير تصورات عنهم تصورات لحد هلا عنهم كتير غريبة في مؤرخين بيعدوهم إلى أصول عربية أنباط أنا بستبعد في بعض الأنباط فيهم بس البتراء راحت جنوباً في أسم بيعدوهم إلى أصول مثلاً كوكازي أسم بيعدوهم إلى أصول من كيليكيا بس بعد ما كانوا الأرمن سوطنوا كيليكيا كما يجب بس بعهد ديكرون الملك كان عندنا حضور أرمنية دجاه بكيليكيا أنا أرجح أن الجراجمة كانوا تجمع تجمع لمقاتلين عنفين ضم ضمنه الأرمن ضمنه جماعات مارونية الكوكازي يعني أرمينيا عم نحكي الامتداد ضمنه جماعات من الأنباط ضمنه من الإسكلاف اللي هربوا من العبودية هاو دي إجوا وسكنوا لبنان وشكلوا فترة طويلة بالجول هادي إيه السنة الجراجمة يمكننا أن نقدر ونتمامية وصعودا لا بعد المسيح هاو دي كانوا مسيحيين ما نعرف إنه بنيوا بيوتهم لكن هاو دي كان فيهم الأرمن وهاو دي فيهم شغل إنه الشعوب جمالهم تلجأ ستنا على الأماكن اللي بتشبهها يعني لما العرب فاتوا على إسبانيا نقوا الصحاري الأماكن السهلية بإسبانيا بينما الأمازيغ البربار طلوا على المونتاين على الجبال اللي بتشبه الأرمن وغيرهم إجوا على الجبال لبنان بتشبه طبيعة أرمينيا والهضاب أرارات أنا هاو ما عم بعطي جاوب نهيه بس عم قول دراسة الجراجمة بدا تقولنا حكما إلى تنوع عركة أنا ما بقرأ الشرق غير متنوع نعم، سيد عمر حضرتك بتتوقف عن شخصيات بالتاريخ الأرمنية يعني نعم، في أهم منه بس هاو دي صنعوا بتاريخ نعم، مثلا بتحكي عن بدر الجمالي من هو بدر الجمالي؟ نعم، نعم، بدر الجمالي هلأ أنا كتير بدي أعتذر منك سيدة هلا ومن المشاهدين إنه ها الموضوع بياخد أكتر أنا أحب بيتفجر فكرة لأخوتنا الأرمن تحسوا عن تاريخهم بصناعة الأرض كلمان هيك عم بجي بقى الفكرة إنه بدر الجمالي كان هو شاب أرمني كان يتم خطف الأرمن لبايع العبيد لماذا كان يتم خطف الأرمن؟ الأرمن كانوا يتمتعوا بالجمال فينا بس نحط ساعلان تليفون بليز لأنه عم يعمل روتور على الهواء بركي يتخط بره نعم، مش مشكلة نعم، بعتذر لا بالعكس، بالعكس، أنا بعتذر كم نعم، نعم بدر الجمالي كانوا يتم خطف الأرمن لماذا كان يتم خطف الأرمن وبيع الأرمن للعبودية؟ يخطفون أطفال كانوا يتمتعوا الأرمن بعدة مميزات أولاً عندهم صلابة الجسم والكوة البنية القوية كتالية اثنين كانوا الأرمن عندهم جمال ثلاثة عندهم الزكا كانوا الأرمن لما يخطفوا عبيد من كذا دولة الأرمن كان يظهر زكا متفوق على غيره قدرتوا الزكائية والإبداع متفوق ويتم خطفهم وتشريدهم من عائلاتهم عبر عمليات مسلحة ويتم إخضاعهم للعبودية بدر الجمالي أحد أولئك الأرمن اللي تم خطفهم ومبيع لحاكم طرابلوس ابن عمار اللي كان بطرابلوس وكان مؤاتل عنده بدر هاو دي الأرمن اللي كانوا يتم خطفهم كعبيد في منهم يتذكروا بيوتهم ويحنوا يرجعوا منهم مثلا رستم الأرمن اللي تم جعلوا عبد عند نابوليون ويرجع يبحث عن جزور أهله بدر إجا كان شخصيته كتير قوية وكياديية يقال إنه كان شخص داهي كبير وقو الشخصية كانت بهذه المرحلة مصر بالحكم الفاطمة بدر عم نحكي 1050-1060 كانت مصر بالحكم الفاطمة كانت مصر عيشة بأزمات كتير كبيرة الأزمات إنه إجا السلاجكة السلاجكة هني أتراك إجوا على مصر وتحكموا بمصر وبهانوا الخليفة وكانوا الأتراك وينما يروحوا إن كان المغول هنا أتراك إن كان السلاجكة وينما يروحوا ينشر الدمار دمروا هذه الثقافة ثقافتهم دمروا مصر بيسمع أحد هالخلفة بشخصية بدر الجمالة بيعرف إنه بدر إنسان أبضاي وقف بوجة السلاجكة قدر يكسرهم بأماكن بيستدعي بيقول له حابب إنه عينك ووزيري بيقول له بدر لا أنا بيجي بفارد شارت أنا كون السيد وأنا كون الحاكم وأنا معي عسكري وأنت بتحكم كخليفة تترك إلي صراعات يعني بدك كون قائد جيش قال له قال له أنا وفأت معك البدر الجمالي أنقذني من السلاجكة الأطراف دخل بدر أعطى تسميات كثيرة منها داع الدعاة وكافل الكافلين وصيف الحق واسمه بدر الدين الجمالي وأنا أرجح أن اسم بدر الأصلي هو يوحنم وهلا رح وصلك للفكرة بدر الدين استلم مصر أول شغلة عملها بلش في خطة خطة عمل إبادة هائلة بالأطراق وشغل وبرى فلسطين وبرى لبنان أخذ معهم معارك كبيرة مسك مصر وظبط العدل فيها وتحولت مصر بعد ما كرت منهارة أعد للحيات فعادت مصر منفتحة تجارية وحياتية شغلتين يبدر رعى لكيليكيا وأرمينيا جيب شباب أرمان كتير معهم فهو 30 ألف أرماني يعني بيعرفوا أصول لهو ما بعرف إذا عرف يعرف الأصل الحقيقي البيت بيعرف حاله أرماني جيب معه 30 ألف أرماني مسلحين أعدهم بمصر وإجا بترك الأرمان ووفد على مصر وصار يعملوا الأرمان كل زابط كنيسة له فنشأت كنائس أرمانية عبت مصر كلها بشكل رائع بقي بدر حاكم بمصر شو اللي عملوا بدر أول شغل بدر ساعد الأقباط بمصر كان عليهم كتير اتهاضات كان الأطراق زيون كتير ساعدهم وعطاهم الأمان حتى لما عرف في خلاف بين الأقباط ببعضهم جمع الأقباط مع البترك وعملهم صلحة إضافية وجعلهم يحلفوا على الإنجيل رجع كمان عمل شغلة تانية عمل تسوية مع الأسيوبيين والأحباشة وهو دي نفس الإيمان مع الأرمان بهالفترة ونحن بلبنان ارتحنا ما منعرف شو عمل لإلنا كمورني بس منعرف إنه بعاهد بدر الجمالي عشنا بأمان وقفة الثورات والمشاكل أكثر ما منعرف بدر يقال إنه مؤخراً صاروا الجماعة المتأثرين بأردوغون بمصر الإخوان المسلمين صار بدون يهاجموا شخصية بدر إنه مدمر لأن دقب الأتراك في مؤرخين مصريين اليوم ردوا بجواب كتير مهم إنه بدر الجمالي مش مهم شو دينه بدر حمي مصر حمي المحروصة بدر كان أرماني لما مات طلب إنه يندفن بكنيسة مريوحنة الأرمانية اندفن فيها وكمان عمل شيء بيعملوه جيبال قرارات المشهد سميه مشهد بدر الجمالي وقال إنه ليس جامع أو شيء بل مشهد بناء عجبل المقطم اللي صار فيها الأعجوب الشهيرة أنجب ولد اسمه الأفضل سمى حاله الشهنشاه ملك الملوك بذكرني بديكرون الشهنشاه لما فاتوا الصليبيين زيح من طريقهم بالفلسطين تركهم يصدنوا مع الأطراق كان مؤمن بخاطر الأطراق نعم استاذ عمر الهاشم عند كتير تعليق على الواتس أب إذا بتسمع البعض عم يسأل إنه هذه الأبحاث قديش دقيقة أي معلومة تاريخية بيبقى عليها سجال إذا ما كانت معلومة دقيقة ومشرحة مثل ما قلت بالبداية في كتير يعني من النقد ومن الإيجابيات تحول الموضوع بس مش نلفت نظرك أنا أدعيهم نعم لا في البعض ما قلت بتقلنا المراجع نعم نعم بيحطوا على الجوجل بادر الجمالي بس جوجل مش دايماً دقيق بادر الجمالي مثلاً مسيحي بيفوتوا على مواقع تاريخ الأكباط وتاريخ المصريين بيحطوا مثلاً أصلاً على الجوجل عن بادر الجمالي محطوط مش على الجوجل ويكيبيديا لا في كتب ترعمل بادر الجمالي تاريخ الموسوعة القبطية تاريخ الأكباط في مصر تاريخ المحروسة بيرجعوا بيفوتوا على بادر الجمالي بتعطي بالدقة الأشياء اللي أنا عم بقولها من علاقته مع الأكباط للأمان اللي اخدوه المسيحيين اللي حربوا مع الأطراط لأشياء كتير العودة إلى البادر الجمالي وهو دي لازم يكونوا بعدين ضمن حلقات تنعمل كل مرة عن شخص منهم نعطي تسيقات أكتر إن شاء الله الله رد بيفوتوا على البادر الجمالي في كتير كتب كبطية وكتير مراجعة نحكي عنهم بآخر الحلقة نقدم المراجعة أكيد طبعا ما نحنخلي دول مراجعة نعم بدأنتقل شوي لوحدة الشهادة والإتهاد يلي صارت بالقرن الثالث عشر والرابع عشر بين لبنان وكيليكيا وهي المحطة يمكن الأبرز بالتاريخ المشترك فينا نقول صح بالقرن الثالث عشر شنة الممليك تدقوا بإنشاء حملات تقديبية على المناطق اللي كانت بسوريا ولبنان هدف الحملات هايدي كان اتهام الموارن والأرمن والشيعة والدروز والكل هالجماعات والسريين أنا كانت على تحالف مع الصليبيين هايدي كانت تهمي التهمي التاني هالجماعات كانت خايفة من الممليك فكانت حيول تحمي حالا فيه جماعات كانت أقوى من جماعات الشيعة كانوا بهالمرحلة بتدقوا هاي كانوا قواية وموجودين والعلويين كانوا قواية الأرمن كانوا قواية بهالمرحلة هايدي ابتدأت تصدر فتاوى لتبرر الاضطهاد منها فتاوى ابن تيمية التي اعتبرت أن المسيحيين إذا كانوا غير محاربين ماشي بيدفعوا الجزء وبيبقوا أما المحاربين يقتلون أما الأقليات الشيعة والسنة والشيعة علوية دروز إسماعيلية كان فيه إبادة محاولة إبادة فعالية اللي صار أنه ابتدأت محاولات الإبادة بهالتاريخ وأصابت كل هالأقليات بالخط الشرقي اللي بيبلش من الجليل بفلسطين امتداداً لكيليكيا والخط البحري كله بهالهجوم هيدا ست هالأ اللي حدث بالـ 1268 و 1277 وانطلاقاً للـ 1300 وشيء استمرت المجازر بشكل متنقل على كيليكيا وعلى جبل لبنان هالمجازر كانت تتم تحت حملات عسكرية لإبادة المجموعات البشرية وأخضاها هالمجازر دمرتنا كتير لدرجة إنه إذا بنبحث عندنا نحن بلبنان في مغابر تظهر مثلاً كسروان كانت خليط من طواقف متعددة تظهر المغابر أشخاص ماتوا بظروف الحرق رؤوس تم تكسيرها مناطق أحركة بكيليكيا بجبال العلويين منلاقي بأبار رؤوس أطفال تظهر قداش كانت المجازر هائلة بهالمناطق كلها عندنا هالمناطق كلها بهالمناطق كان فيه إبادة للمورنة ضخمة وإبادة ضخمة كمان للأرمن بس كمان مع موقع التواقف اللي اتعرضت لإباداته نعم نحاول نمر على كتير عنوين مشان نستفيد من الوقت أستاذ عمر الهاشم إذا بتسمح بدي انتقل لموضوع تاني هو الوزير الأرمنى وصك الأمان بياهد السلطان برقوقه أه مهمة ماذا لازم نعرف هذه أنا فيه شغلة مهمة أنا هيدا من كمان أنا لحظته بدون إطار البحث نحنا عنا مجازر توقف بالألف وثلاثمية والسبعينات وبتوقف بكليكة وبتوقف الإضطهاد على الأقباط تقتلهم بمصر وبتوقف الإضطهاد بهالمرحلة بس منعرف انه فيه سلطان اسمه الظاهر برقوق كان حاكم مصر هرب من مصر عملوا على إنقلاب هرب حطوه بسجن الكرك هرب من الكرك على وادي أنوبين في بشرق باللبنان باللبنان علما ان البترك دواهي بيحكي بتاريخه عنه انه تدروش يعني مشي بطريقة العبادة الدنيا بالفعل اللي صار يعني صار صوفي أكتر ايه لو صار المماليك ما كان عندهم أخلاقيات الحياة كانوا بالعكس عندهم فساد أنا بشكل انه خال التصوف لأنه المتصوف ما بيرجع بيحكوا بقتل أعداء وبيمارس تصوف قريب للحياة الرهبانية أنا برجح انه فيه ما عنده وزير أبل فرج الأرمني اللي اسمه أبل فرج ابن نيكولاه عبد الرازق أبل فرج ابن نيكولاه الأرمني كان عنده خاصقية يعني حكام أرمني كانوا موجودين حولاه أنا أرجح حوضي لعبه دور طبيعي رايحه الجماعات القريبة منه كرميل هيك بهالفترة وقف الاضطهاد بكليكيا بهالفترة وقف الاضطهاد على الأقباط بمصر بهالفترة نعطى لمقدم بشري سق الأمان نحاسية لدار أنه بين يستمروا الرهبان بالحياة لمقدم بشري حتى أنه ابن الاعي يشير بأحد زجلياته إلى أنه مقدم بشري أخذ لقب الكاشف ولقب الكاشف ولقب الإرارشي المملكي اللي بتسمح بإدارة معينة أنا لا أملك أن أقول ما تأثير الأرمني هون ما بملك لكن أقول إذا عقلي بده يذهب باتجاه تحليل أكثر مهم تحليل من أكيد إذا عقلي بده يذهب باتجاه هون فأني أرى أنه اللي عاشوا من الاليب علي وجود الأرمني المخلصين معه قاد إلى هذه الظروف لا أملك دليل نعم في سؤالين لحضرتك أستاذ عمر السؤال الأول بقول مربخص وصاركيس هن الديسين أرمنيين كيف صاروا الديسين في المشرق موارنة أو أرتوديكس هناك جواب لهذه السؤال هناك جواب هناك جواب هناك جواب بحرص تعطي أشياء هناك أشياء بتنقض أشياء تحتاج إعادة بحث نعم بحث بفضل أني ما أتركها هلا لأنه ما بدي أقول شيء إلا ما أعطي شوية معلومات ويكون عندك مجمع أما بخصوص الديسين الأرمنيين هناك تقليد مختلفة لهذه الديسين تقليد بيجعلهم روم تقليد بيردهم للعرب تقليد بيجعلهم سريان تقليد بيجعلهم زباط تحاكموا بإيطاليا الفكرة اللي حكيت عنه أنا امتزاج أوديسيا هني عندهم داير بالرصافة يعتبر منطقة الرهى حلب الشمالية هاو دي الديسين ياللي كانوا زبطين وواحد منهم قتل قبل استشهد الثاني خاف بغوص استشهد باخص عنه خاف خاف على حاله ساركيس بيجي بغوص بالليل بوعي ساركيس ويقولوا ليك أنا جروح القلم تمجدت مع الحمل يسوع بتتمجد معي تحول ساركيس إلى شفيع عند الأرمن هو بغوص مع صاوم ثلاثة أيام بيعملوا أخوتنا الأرمن وتحور إلى شفيع العرب وشفيع القبائل وشفيع الموارنة ساركيس وباخص هني بالفعل ما عرفت إلى أي حضارة انتمو لا يعود لها أهمية بس هاي بتأكدلك أن امتزاجاً حضارياً حدثة فمزاجنا كدسين بعضنا البعض هيدا هو المسجد حضاري لما بتصالي إلى مرحلة ما بقى تعرفي هيل قديس صار مشترك بين اثنان لمين بيتبع هيدا بيدلك أنه في لحظة حضارية حدث امتزاج مش هاي نكون عندنا مثلاً إنجلترا عنده شفيع اليونان شفيع نحن نكون عندنا شفيع مشترك مع الأرمن بشكل كل واحد بيدعي أنه هيدا الشفيع له نعم بدي أحكي شوي عن الإصلاحات بغوص الأرمني بزمن محمد علي صح ووصولاً لإعلان المساواة وعدم التمييز بين التواقف بالشرق يلي كان في حصة لبنان أكيد نحن هون بهالفترة كنا في تمييز ونعيش حكم أهل الزمة حتى إذا واحد بده يكتب أي كلمة كانت الزمة أو الكافر كان في تمييز بس الناس كانت عايشة وتقبلت تعودت وما كان يديقنا التمييز لأنه كنا بنعرف أنه هالإضطهاد كله حباً بيسوع معنا مشكلة بنتحملهم كلمة ليسوع الفكرة أنه نحن كان في تمييز بنعرف أنه محمد علي لما وصل على مصر يمثل محمد علي حركة مرحلية كتير بالمنطقة غيرت وجه المنطقة بحكمه لمصر من والي ألباني لحكم فعلي بنعرف أنه محمد علي بمرحلة معايني عز شاب اسمه بغوص يوسيفيون يكون وزيره ومستلم أمور الملية نعرف أنه محمد علي كان مزاجي فقام غضب على بغوص مرة وتهموا أنه بغوص اختلس إشياء منه لأنه عملوا وشيات فأخذ قرار بإعدام بغوص في شاب كردي كان بغوص مخلص له حيات ورفض يعدهم بغوص خباب البيت بيصال محمد علي عم يعمل إحسابات بيلاقي الناس كلها ضايع بالأصل بيقلهم وين إحسابات ما بيعرفوا ضايعين بيقلهم لو بغوص بعضو طيب مقتلتوش قالوا الكردي بعضو طيب بغوص قالوا وين جايب بغوص أعاد له كل صلاحيته استلم بغوص مرحلة محمد علي اللي محمد علي حكم لبنان من سنة الـ 1820 طلوع للأربعينات ومرحلة محمد علي بلبنان هي المرحلة اللي حملت معها كل تغيرات المفاهيم هي المرحلة اللي بتأدي حكماً للـ 1860 حكماً لأنه صار في تغير بالمفاهيم والأنظمة والقيم الكبير ونحن نعتبر هالمرحلة رغم كل قلم الشهداء الفاني لكن قضتنا إلى الحرية والمساوات إن الشعوب تناضل لتأخذ حقوقها 1860 هي المجازر هي الأحقاد كيف ممكن مرحلة فيها سلمة توصل لهون طبيعاً هوني أعطيكي جواب نحن مجازر قبل مجازر 1860 عطيتنا كل اللي صار علينا الانتقام من الأتراك لكن عطيتنا الحرية عطيتنا المساوات عطيتنا حدود أرض عطيتنا كياننا كبشر ما نكون درجة خامسة من هون بقوا يقولوا بسوريا بحمص قالوا مرة أحدهم للمسيحيين سنة الـ 1860 جاءوا مني عايتوا بدون يشتريوا ما يشتريوا قالوا انتوا مفروض تعبدوا فرنسا انتوا قبل فرنسا ما كان لكم وجود انتوا هلأ من حدا بيسار جي يطلع فيكم الـ 1860 رغم ألمة عطيتنا قوة أن نصل الجزائر يدفع مليون شهيد ليصل لك ينا عطيتنا قوة أنه نوصل تكون عندك ينا خلينا بس كامل عبغوص شو عامل بغوص؟ بغوص استلم كل الإدارة عند محمد علي محمد علي استلم سوريا ولبنان وفلسطين وبغوص كل شيء الأناصر الفرنسيين والإنجليز والروس والإلمان ما بقى يتفهموا مع محمد علي مع بغوص بغوص بيحل كل شيء سمي بغوص مريت محمد علي كانوا يقولوا محمد علي يفكر بدماغه ببغوص إذا بغوص وافق بده يوافق محمد علي بغوص رفض بيرفض بعهد بغوص سمح بإنشاء لأول مرة أماكن منتخبة بالشرق جمعيات وأعضاء سمح أنه التجار المسيحيين ياخدوا حريتهم بالعمل سمح بالانفتاح عمل كل شيء حتى أنه مرة كان حنباك البحري أول مسيح اخد لأباك بغوص وفتح الباب للكل وعمل بكاويت كتير أكباط في مصر لما حنباك اخد لأباك حنباك روم من سوريا اجا اجا يقال أنه قالوا لبغوص أنه أنا ما حدا عم بيحترمني مع أنه اخد لأباك ما حدا كل زملائي المسلمين ما معبريني قالوا بسيطة بيفوت محمد علي بعد جمعة بيلتقى بيقفوا البكاويت بيقلهم بدي الباكل كبير بيجي كبير البكاويت بالشام بيبعتوا بييده هاك محمد علي بيقلهم بدي حنباك بيقعدوا حنباك يحكي ساعة وترك البكاويت وقفين بآخر بس يخلص حاكي بيقلهم فيكن تقعدوا بروحوا تمشى هو حنباك بيقول حنباك بيقلوا من وقته صاروا يستهبون في مفاهيم بوغوس عمل إصلاحات كنا بحاجة إله ما بقى كان فينا نستمر بالكورون الوسطى لو تركيا حتى هي مصرة ضل بالكورون الوسطى العالم وصل للحديثة تركيا منعت عنا المطابع بوغوس شكل بالنسبة إلنا من إصلاحاته إعطاء الحقوق التغييرات اللي عملها بسوريا تأمين الأماكن إعادة تغيير البنية الإقتعية إقامة الوظائف تعيين المسيحيين بالمراتب كله كان له يد فيها بوغوس حتى بالإخير تأختم بشغلة عن بوغوس بوغوس ميت فقير ما معه إياكم يقال إن محمد علي بإخيرته بيحكي نوبار الأرمني بمذكراته إنه ضيع صار ضايع صار حفيده مستلم كل شيء وحفيده بعكسه هو ضيع محمد علي بإخيرته بيموت بوغوس بعمل له دفن ما بيجي حد عليه إلا ناس عاديين محمد علي بيعرف إنه ميت بوغوس بيجي بيكسر الأسر حفيده بيطالع الوزراء والفعاليات بيقوله أين بوغوس؟ كيف يعيش أنا هيدا بوغوس؟ بيضار رايح بيفتح قبر بوغوس بالقوة بيلاقيه صار عضام وطراب بيقوم بيشيره بحطه بيتابوت ضخم بيعمل إداس عقبر بوغوس وبيدعي كل أركان الدولة المصرية تحضر مهدش وراها ومين؟ شخصية بوغوس ممكن حدا يقلي تب من وين جايب فكرة؟ المرجع يعني أنه مرجع في عن بوغوس كتير مراجع وبتحكي عن نهايته محمد علي لكن إلا حق أن نذهب في تحليل لفهم الأحداث عندما يكون بوغوس مريت محمد علي ومحمد علي يرحم مسيحي لبنان ليس بوغوس غريبا عن هذه اللحظة إلا حق بالتاريخ أن أقرأ الأشياء مش بس أن أكون التاريخ منوش مطمو كلمة كدة حضرتك رح أنتقل عند نوبار باشا رئيس حكومة مصر كيف ساعد المسيحيين بلبنان وسوريا بالإقامة بمصر وحسب ما بتقول حضرتك أنه أطلقوا حركة النهضة ضد العسماليين بس تفتح مزدوجين بكرة حيكون عندي مداخلة على الهوى مع روائي المصري الأستاذ سمير زكي يلي عمل بحث عن نوبار باشا وعمل كتاب الباشا ما بعث إذا حضرتك قريته مش هو اللي عمل عن مذكرات نوبار لا لا هو العمل رواية رواية حديثة أحداثها قريبة للواقع بس حسب ما بتذكر يعني ما قريت بالواقع أنه الأرمن كانوا يلموا لنوبار باشا ما كانوا كتير يعني يحبوا يحسوا أنه ما بيميزهم عن الآخرين يعني بعملهم مثلهم مثل الآخر وما بيميز نوبار باشا الإنسان إذا كان أرمني ماروني أرتوديكسي بيميز الإنسان قديشه أمين وقديشه منتج هل الإنسان الصح لازم يتصرف؟ بس تشوف يعني قبل ما نحكي عن نوبار يعني بس هدا الإنسان الصح لازم يتصرف مع أي إنسان شو ما كان دينه أو شو ما كان تصرف على الإنسان كوكيم الإنسان عطية الله بها الله شو ما كان الإنسان؟ أحسنت نوبار هو بيكون ابن أخت بغوس يوسفيون وهذا الشيء ساعده على يتقرب من تم تعيينه بعهد محمد دعالي كان بعد خاله طيب بمنصب صغير مترجم مترجم وبعدين فجأة صار ينطم بالعهد فصار كل شيء استلم الحكم أربع مرات فكان أول رئيس وزراء لمصر الحديثة استلم نوبار الحكم أربع مرات كان يصير تدخلات يتم إبعاده لقوة شخصيته يرجع تفرط البلاد وردوه لم يكن يحكي عربي أول فترة يعني تعلم تعلم العربية بس كان يعرف تركي كان يعرف لاتيني كان يعرف يوني كان كتير علام نوبار أيمن أنه مصر لازم تتحرر قد ما فيها من العثمانيين كرميل هاك أن العثمانيين كتير يكرهوا نوبار لأنه نوبار فرض عليه يطبقوا كتير معهدات وفرض أنه مصر يسير عندها جايش وتنظيم حتى مرة لتقى بالسلطان قال له بدنا نعطي بالخليفة قال له بدنا نعطي مصر هلقد عسكر قال له أنت من تعمل دولة يا نوبار مستقلة عن العثمانيين ظل يضغطي قوي مصر وبعهده فتحة الحريات وفتحة الصحافي هلأ بنحكي عن مصر بعهده لا ويقال أنه المحاكم اللي نعمل المقتنطة القضاء القضاء اللي عمله نوبار هو هو مرحلة تاريخية ما قبله وما بعده في مصر صحيح المحاكم عمله كتير كان يعني تطور والسفيد من العلوم وغيره وصار يجزب ناس حول الإسكندرية وكأنه مركز فكري يضم الكبار وكانت الإسكندرية تتمتع بكتير ناس غير الأرمة اليونانيين المالطيين كذا هلأ اللبنانيين والسوريين بهذه المرحلة بعد مدابح 1860 منهم كتير هربوا إلى تهجر إلى مصر وغيره في منهم بقيوا بمصر وعندهم سروات البرجوازية المارونية والمسيحية السورية نشأت بمصر من هون كانوا يسمون أهل الشوام للمسيحية اللبنانية والسورية والفلسطينية بمصر بيت قدي بيت جميل العيال كيري كانت بمصر هالعيال وطلع منهم بكويت بكميات كبيرة هالعيال هايدي كانت قادرة بمصر تخطط وتكتب كان عندها حرية مش ملاحقة من الأطراق مصر كان عندها استقلال فعلي فكانت تكتب ضد العثمانيين وأمنت قوي لهون هالحضم اللي عمله نبار لللبنانيين إضافي للآخرين نحن معنا تبرو كان كتير مهم لأنه نحن كنا بحاجة لنخب كمان تستمر بهالأرض بس القناص الأجانب شو كان يقول عن نبار نبار ليس بحاكم هيك بدأ أوروبا مشان هيك كان فيه لقاله مساحة من الحرية وليس نبار هو الحاكم بالمطلق يعني أو كان زكي جدا يعرف كيف يتعطى مع الغربيين وكيف يأمن الاستقرار على الأرض كان زكي جدا وكرهوا الأناصر الأوروبيين لأنه نبار وقف ضد فكرة قناة السواس واعتبر أنه قناة السواس رح تجيب مصاري لمصر بس رح تقع بالاحتلال كان يقول إذا جاءت قناة السواس ستحتل مصر كما هذا غضب تم إبعاده تتملمه في قناة شخصية نبار باشا في عنده مذكرات وعنده كتاب تحتاج هلأ القناصل شخصيته كانت قوية بوقت نفسه يعرف إراضي بس المؤكد أنه نبار عطي مصر شخصيته خليها تاخد استقلاله في كتير خداوة ضعفاء نبار كان هو القوة بها المرحلة بالقصر والحياة والنمط وبكرة أكيد سعادة لواء مجرد يكون عمل البحث عن نبار يعني بكرة أنا كمانا بعطي مداخلة بحك على المعكم لا رح تكتشفي قداش رح بيعطيك الفكر عن نبار هو مش رواء هو روائي بس مش روائي بإطار الشكل روائي بس أكيد عمل أبحاث كافية وإن شاء الله يتحول هذا لفيلم سينما الأرمان كتير عفوا المصريين كتير عندهم بالروائيات العظيمة بيخذوا أشياء دقيقة دقيقة يعني رح يكون شيء أكيد كتير مميز نعم بالبلد له قيمة ثقافية هي مدرسة داودية صح يمكن الشغل الوحيد اللي كان إلى إيميل واحد يقول أنه تركوا إيميل فكرة هو مدرسة داودية رح ترك لقلك تخبرنا عن المصلحات والاستقرار وفكرة لبنان الكبير بتقول حضرتك أنه هي كانت لداود باشا بلش فيها نعم رح أقلك كيف أول شغلة داود باشا لما استلم مصرفي جبل لبنان جبل لبنان كان طالع من مقاسي وحروب ودم وضياع دم بلش من 40 سنة من مشاكل أمير بشير وما قبله فات لبنان بصراع وكان الوضع ضايع وكان فيه فريق في لبنان بهالمرحلة بده يوسف بكرم كحاكم محلة هو يقود البلاد كان بعض عنا حركة طاني والشاهين موجودة على الأرض كان عنا الصراع الداخلي كله ما كانوا اللبنانيين بيقدروا يتمنوا بهالمرحلة يحصلوا أكتر ما حصلوا عليه مجرد حصولهم على المتصرفية كان إنجاز إنك تحصل على استقلال إداري ومحلي تحت السلطن العثماني إنجاز ضمنتوا الدول الأوروبية الكبرى المشكلة كانت إنه كنا بحاجة نرجع نعيد إنه يصير عنا بلبنان إمكانية يقلع البلد كان عنا مشاكل بالبنان فيه فريق هون فريق هونيكي الدروس كانوا بأزمة ضياع الدور بالمتصرفية كمان الروم إن كان كاتوليكا أورتدوكس الموارنة بدون يكونوا كل شي الأمور كلها فتهم واجه داود مشاكل أول ثلاث سنين حل كتير مشاكل وعمل مصالحات بالضياع واشتغل مع العثمانيين وأناصر الفرنسيين والخمس سنين التانية حكم بأمان البلد بعهده لدخلة المصرفية بالأمان نشأت متما تفضلتي المدرسة المدارس المجامع الكنسيك بالزوء بغيرها غزير المناطق الرئيسية كلها الهجرة بعودة الميل كلها داود باشا نجح بإقامة المصالح العثمانيين كانوا بعضهم مراهنين على السقوط المتصرفية مثل ما راهنوا على فشل نظام المقاميات هاي هني براهنوا على السقوط يكون عندهم نفوذ مش براهنوا على السقوط المتصرفية لأنهم مثل ما بقولوا هاي 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 مش ما بقولوا مني منهم المتصرفية مني مش مني هاي هاي اخذت من عرف عن رقبتهم لماذا لأنه الأطراق بهالمرحلة كان صارت معركة ثورة المورا ببلاد اليونان جزيرة المورا وغيرها بلشت تستقل المناطق المسيحية بأوروبا مش قدرين يتحملوا استقلال مناطق مسيحية بالشرق يطلع عندهم المتصرفية من هون كيليكيا سهل نينا وعند الكلدين من هون الأشورية بمحيرة وان مش قدرين اللي صار هون دباحهم ما بدون المنطقة صرفية أي حراك بدون يها محكومة لهم وعرفين حالهم ضعاف قدام الغرب الغرب حكمهم سبقهم سلاح وحيات فكانوا عم بيحيولوا شو يقدروا يعملوا فتن طواقف عبعض ومشاكل تا يضل كل شي صرق فرق المتصرفية مشكلة منفجرت وقامت كان فيه ضمان دولية وجدك داود باشا سهم هلأ شو قالنا عن البناء الكبير داود باشا طيلت عهده وظل ماسك ملية البقاء كان يعتبر محافظة البقاء اللي يجب أن تتبع الجبل وهو طالب باتباعهم بالجبل بالآخر حد شرط أنه يا بيستقيل يا بيضموا مناطق على البناء بما فيها البقاء بما فيها صيدة صور مناطق تنضم للبناء اعتبر أنه لبناء المتصرفية غير قابل للحياة بهذه الأيام مش مثل اليوم بهذه الأيام ما في حياة زراعية ما في شي مش قابل كان عم بحث عن إمكانية كبول للحياة فأدول الأطراق ما منقبل قبلوا استقال طفل يعتبر عهد داود باشا هالنقاط كلها بعد ما حدا درسها يعني أنا عم بوجه اليوم نيداء للإخوة الأرمة هالمراحل اليوم ما حدا درسها بعد ما بتستحق دراسي واليوم عندنا رح تكتشفوا إشيه كتير عن داود باشا بمذاكرات الأناصب رح تكتشفوا إشيه كتير بتخص نوبار باشا بالمنطقة بدر الجمالي في فوق العشرين مصدر بيحكي عن مسيحيته واموره قدرين تلاقوا مراجع كتير تنشغل نعم حرام ما تنشغل استاذ عمر الهاشم إذا بتسمح كمان تنستفيد من الوقت رح ننتقل عند أهنس باشا طبعوا متصرفين مثل مثلا إسماعيل حقي وممتاز بايك وغيرهم لكن هو كان المتصرف الأرمني المسيحي الأخير على جبل اللبنان وهنس باشا كان يقف بين إبادة اللبنانيين بالجوع ومجازر الأرمن وكان عليهم أن يرحل وإبادة الأرمن بين إبادتين بين أكيد إبادتين ولكن حتى لو قلنا إبادة إننا شعوب طولدوا من رحمة طراب من كان مثلنا لا يموت نحن فوق الموت هذه اللي بتجعلنا على كل مرحلته كانت كثير صعبة حيوة يشتغل حيوة الفكر يعمل إشياء مشاريع ما قدر الأمور سابقته إجا جمال باشا بكل حقده أزيته على الجبل ورحل أهنس باشا وكأنه قادر الأرمن أن يشهدوا ولادة هذا الكيان ونهاياته معا هوضي الأشخاص ما أصدت بنهاية الكيان المتصرفية هالكيان كانت تغير كيان وقته شهدوا بدايته ونهايته خوفني على لبنان ما من خوف نحن أولاد الأيام والرجاء أهنس هذه هي المرحلة بشخصيت أهنس ما ضاين السنتين أهنس رحل حزين رحل حزين بدي ألك شغلي لقد حقق الأرمن في لبنان ما عجزوا عن تحقيقه في كيليكيا تبه عمل داود باشا عمل في لبنان ما فيش عمله بكيليكيا وهنس كمان ما فينش عمله بمناطقهم الأخرى ليش لأنه في لبنان كان عندنا علاقة عميقة مع الفرنسيين كانت تؤمن دعم عميقة بينما الأرمن انتموا إلى الكنيسة اللخة الكيدونية اللي ما كانش عندها هي الحماية السياسية مثل الأشوريين ما كان عندهم حماية سياسية عكس مثلا بينما الروم فيه كان روسيا يعني من أسف أنه نحكي هكذا كلهم المسيحي لكن هاللي الحقيقة كان الأرمن كان عندهم إمكانية يعملوا كيان أفضل منها بكتير امتدادهم بكيليكيا الأدنى المناطق كلها سيس المناطق كلها كانوا قدرين يعملوا فيها كيانات كبيرة لكن الأرمن ما امتلكوا شو اللي بقى شو اللي عمل متصرفي جبل لبنان صار في ضغط فرنسي وأمم لو ما صار الضغط ما عامش ما صار فيه من بعد ما تقدمت أستاذ عمر هاشم بهذا التاريخ العميق البعيد عن الواقع وعن الحاضر تتقول أنه لبنان منفى وليس ملجأ أنا هانا ظريب أولى ومسر علي الملجأ هو شي فيك تحميه نحن منفى نعم وهيدا المنفى في خليط ومين ما إجا ومين ما راح كل واحد حسب شو بيقدم لهيدا المنطقة ونحن ما بعرف قداش الأمثال التركية بتركب بعيدا الموضوع أنه مين ما أخد أمي صار عمي ما بعرف قداش كمان كشعوب نحن هلقد منطبل ومنزمر لكل حدا نحن شعوب عنا ميراث ثقافي وحضارة نحن لما عشنا بي لكن الشيء القدر أنه عشنا تحت حكم تركي متخلك خارج الحضارة هيدا الحكم مش بس دمر مناطقنا وعمل فتن هيدا الحكم دمر العرب كمان ودمر أمجاد الخليفات العربية المستنيرة العباسيين الأمويين دمر كل شيء أثر علينا كثير بموروزه بعضه اليوم أثر بعضه مورتنا تراكمات تاريخية أكبر لقدرتنا كلها بترجع لوجوده لكن مع هذا وكله نحن مميزين وبدنا ولبنان هو دائما مزيج من قيامات الزمان الصالبيين اللي بقيه نحن مزيج هذا الميلانج هو ميلانج الإنسانية البحث بالتاريخ القديم أصعب من البحث بالتاريخ الجديد أو أسهل كونه القديم وبس فيه مراجع بينما التاريخ الحديث بتحس فيه شجلات حوله حتى بموضوع الإبادة يعني إذا عم نحكي هلأ بتشوف أنه كل واحد يعتمد على رأي كأنه الأجداد مبارحة خلقوا وهن اليوم هني عبيتشارعوا لا لا لكن هلك شغلة محاولة الهروب اليوم بالتاريخ فيه أشياء ممكن ناخد رأي فيها فيه أشياء حقيقية داود باشا حقيقة اللي عمله بكرة تيحمي لبنان واسعه يمكن تقليلي بالوزير الأرمن كان فيه فكرة ممكن ما تكون دقيقة بس لكن أما الأرمن بإبادة الشعب الأرمن هيدا أمر مش بس سخيف على كل أنا أنا اليوم بشوف تركية أنا اليوم شوف الأرمن بوضع كتير أول اليوم وهي بدأ يمكن لكل واحد بشكك بالإبادة وضع أول كتير لأنه أول شي صار فيه ناس بتركية عم بيتجرؤوا يحكوا عن الإبادة طبعا وعم يتزاهروا عم يعملوا نشاطات وعم بإستنبول وإستنطنية كمان عندنا الأكراد بلش فيه يكتبوا اليوم بيجي صحفهم شو دورهم شو دورهم كان بالإبادة واللي كانوا ضحايا لو كانوا شلدي لأن تركيا طرف الدخول بالحداسة الحداسة مش قملك ميكروفون ولا قملك عربية الحداسة هي روح التصالح مع الماضي روح الغفران والتصالح مع الزاكر الحداسة اليوم منا موجودة بتركيا تركيا خارج الحداسة نحقلك شغلة عدي شو عنده اليوم مشاكل مشكل قولة مع الأكراد اللي عم يكتشفوا هويتهم وعم يكتشفوا حقدهم على التركيا الكرد لو كان بالعراق وين ما كان حقدوا على التركيا لمحظول اليوم دي عم يصير في تحول ديني بين الأكراد مسيح وغيره والأكراد شاريين بكل لحظة المشكل هني بالتركيا بتطلعي كمان العلويين بتركيا عم يكتشفوا اليوم انهم هني آخر لما أردوغان عم بيحكي بالنفس الإسلامي عم بيكتشفوا انه هني لا هني علويين كلما الهيك بتشوفي بهاتاي بتشوفي بأدنى تركيا ما بيعرف بيحكي عربي وهو علوي حطيت لك أغاني علوية وغيرها أو حاطت صور الأسد مثلا رئيس الأسد أو غيره متل عم يعبر عن هوية مضادة اليوم تركيا عندها مشكلة الأكراد وعندها مشكلة العلويين عندها اليونان والأمراوس كله وليد مشاكل عند أوروبا كله مشاكل ربطتها بس عندها مشكلة أعزم من هوا عندها مشكلة الأرمن مشكلة الأرمن أنه دون أعطاء الأرمن حقهم ودون الاعتذار وتعويض الأرمن كمجتمع بشري فإن الأرمن هم الباب الذي يمنع تركيا من الوجه لحد أسا ستبقى تركيا محرم عليها وولوج اتحاد أوروبي ستبقى تركيا ما فيها تدخل عاماك كثيرة العقل الأوروبي هو عقل تصالح مع الماضي الإلماني تصالح مع مقاسي هتلر وطلبه فران الشعوب إنه يخجل بهتلر اليوم الفرنسي تصالح مع مستعمراته السابقة ويعود عن مقاسيه إنجلترا تتصالح مع الماضي وحده التركي لا يستطيع أن يتصالح مع الماضي حتى روسيا قداش دولة متوحشة وقاسية عطية الشاركس اللي هاجرزهم وقتلت منهم كتير وطيتهم شاركيسيا وطيتهم جمهورية واليوم الشاركس بسوريا وبالأردن وبالعراق أكثر ناس بيحب الروس وبيدافوا عنهم تصالحوا مع الماضي عدم الأرمن هم باب أن تتصالح تركيا مع ماضيها وباب أن تدخل تركيا إلى الحداثة والتنوير ودون الأرمن لن تعبر تركيا إن تركيا اليوم محاصرة وأنا لا يهم ما امتلكه كله أردقون ما بهم ما عم بحكي سياسي أنا ما بهم شو امتلك من كله إن الأزمة الكردية الداخلية واللي عم تربي أجيال تحلم بقضية الأكراد والأزمة العلوية اللي بدأ تظهر حكميا كآخر وأزمة أرمينيا أمام الحداثة سيكونون عائق أمام تركيا مهما فعلت مهما تقدمت ستبقى في مصاف دول متخلفة لو عملت تيارات دراون أو عملت أو عملت معامل وعملت ثقافة المسلسلات وعملت انتشار لبعض المنتجات تركيا اليوم إجا شخص عليها تاريخيا اسمه مصطفى كامل أتاتورك أتاتورك وثل وعمل قطيعة بين الحاضر والماضي بتركيا وخلق أجيال تركية جديدة قدر يخليهم يتعلمنوا قدر يمشوا بس ما قدر يدخلهم بالحداثة الحداثة والتنوير يا غفران مصطفى كامل وصل تركيا إلى محل ما ترجع لورا بس ما دخلت بالحداثة القضية الأرمانية وشغلة تانية بقول أنا ويمكن أنا أوجه كلامي هون حقيقة أوجهه لللبنانيين في بعض لبنانيين بيتظاهروا ضد القضية الأرمانية وأنا بدي أقول لهالأهل بالوطن اللي بيتظاهروا ضد القضية الأرمانية انتبهوا منيح ما تحملوا الإسلام مسئولية اللي حدث إن صدر الإسلام كان رحبا في كبول المسيحيين الأرمان نالوا من العلويين والعباسيين ممالك وأحسن علاقة كانت بيناتهم كانت هدايا الأمويين لملوك الأرمان ذهبوا الماضي حتى في إسلام بدول الشتات استقبلت الأرمان يعني مش ما نقول وأهل طرابلس وأهل كل ابنان استقبلوا أحباقهم الأرمان وهيا عويدنا من السقبل بعضنا بكل لحظة ما تتحمل ما تتروحوا باتجاه ديني ضد قضية الأرمان لأنه اللي عمل الإبادي أصلاً ما كان مؤمن بالإسلام طلعت باشا كان يهود دونما دونما هو عمل تقارير معظم اللي عملوا الإبادي جمال باشا وغيرهم كأنه لا دينيين مؤمنين بالفكر القومي مرتكزين على بيسمارك ما ندفع عنه لأنه هاي المجازة بتجاه الأرمان هي قبل أن تكون مجازة بتجاه المسيحي هي إساءة إلى الإسلام مرحابة الإسلام مصادر الإسلام وهي تعنب الإنسانية وهي تعنب الإنسانية دوركم أنه تقولوا نحن في قضية ارتكبة ضد الأرمان نعم ونحن سنقف النبي محمد قال لو إن فاطمة سرقت لك طاعته يدها الحق حق ما بتقدروا تنكروا الشعب هيدا شعب أبيد وانكحت كله من أرضه مرحش يعمل سياحة باللبنان وتحيتي بتمنى هالشي كإنسان عربي عم بيواجه نداء كلمة الأخيرة لألك الصحافي والباحث بالتاريخ لأستاذ عمر هاشم بعد هالمعطيات وعلى أمل لقاءات أخرى أولا أوجه أنا جدا جدا سعيد اليوم أني أطل من هالإزاعة الأرمانية والمحطة الأرمانية وكنت جدا سعيد بالشخصيات الأرمانية كمان هالألتقى تفياح ونواب وغيرهم اللي شي بيزيدني سعادة بلقاء بهالشعب العظيم لكن أقول لإخوتي الأرمن أنا متألم عندما أرى هذا التراجع والدراماتيكي بأعداد الأرمن باللبنان أتألم كثيرا لأن عندما ترحلون فإن شيئا مني قدمت أنتو صناعتم هذه الأرض خلقتم الحرفية فيها أنتو جيتوا على لبنان ما كان معكم تاكلوا سأقولكم اتذهبوا الإلماظ يجي واحد بالضيعة يعطيكم عروس لابني تقولوا له مرسي خليه لكيها أعطينا منشار أعطينا أدوات وعملتوا الصناعة باللبنان وجعلتوا لبنان جمال الحرف والكرة أنتو شعب بهالأرض حتى أداستوا وبصنتوا فيها أنا بالنسبة إلي ما بعتبر أنه الحكيته اليوم هو بيعطيني أنه أنا عملت إنجاز أبدا حتى اللي حكيته رح بيكون في معه ضد هذا طبيعي بكل كتاب لكن بعتبر كان شرف إلي كبير أنه تم بإزاعة أرمانية أنتو شرف كبير إلي كان هيدا البحث رح يتحول إلى كتاب بدنا نحول هيدا البحث مع باحثين أرماني تم العمل ضمنه وأنا مستعد واجه للأرمان الآن كل اللي طرحتهم من إشياء الأرمان ما بيعرفوها ويفكروا تاريخهم بلاش بالإبادة بس أنا مستعد نخلق ليجان مع أخوي أرمان مع المراجع اللي عندي مع أبحاثكم نخرج بإطار كتير مميز كتير مميز يليق بتاريخ الأرمان اللي عطيه أرض لبنان كل شي وبدي أقلكن إنه مرة كان خطفين عشر تلاف أرماني طيب وعوهم عبيد إخدينهم على طريق لبنان هني وراحين فيهم على مصر في منهم هربوا على لبنان هاو دي كمان أشدادنا نحن نعم شكرا الموارني منفتخر فيهم نعم شكرا لك سيز عمر هاشم شكرا ناتاليا حندس الصوت شكرا للمستمعين اتبعونا وإلى اللقاء عبر صدفة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة